منتصف الليل بتوقيت غرينيتش الثامنة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعضية أنتني فاوتي من التسرع في إعادة فتح الاقتصاد وعضف فاوتي خلال جلسة استماعين أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا قد يكون أعلى من الأحصاء الرسمية أجبر الحجر المنزلي كبار خبراء الصحة ومعهم عدد من أعضاء لجنة الصحة في مجلس الشيوخ إلى عقد جلسة الاستماع عبر الفيديو الاهتمام تركز على أنتني فاوتي الذي بات الشخصية الأبرز في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة وأظهرت استطلاعات الرأي ثقة الأمريكيين الكبيرة به ما يقلقني هو أن حالات جديدة ستظهر وقد تتحول إلى بؤر تفش واسع إذا تجاوزت بعض المناطق أو الولايات نقاط الاختبار التي وضعناها ورفعت الإغلاق قبل الأوان ودون القدرة على الاحتواء بفعالية وكفاءة العواقب يمكن أن تكون خطيرة حقا وحتى في أفضل الظروف ستظهر حالات جديدة القدرة على تحديد الحالات وتتبعها وعزلها هي فقط التي ستحدد إذا كان سيمكننا المضي قدما فوتشي قال إن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة يفوق في الحقيقة الأرقام المعلنة محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تكون أشد خطورة في حال عدم التوصل إلى اللقاح مقاربة لإمكانية حدوث موجة ثانية هذا الخريف هي أولا أن الأمر ممكن ومتوقع تماما ثانيا آمل أن نتمكن من مواجهة هذه الموجة بالقدرة على إجراء الاختبارات وتخزين معدات الحماية الشخصية والقدرة على تحديد وتتبع الحالات الجديدة هذا وأجمع الخبراء والمشارعون على أهمية توسيع نطاق الفحوص وتطويرها كخطوة أساسية لعودة آمنة إلى الحياة الطبيعية كما دع الخبراء إلى عدم التقليل من شأن تأثير الفيروس على الأطفال شهادة كبار خبراء القطاع الصحي أمام الكونغرس سبقها جدل بسبب محاولة البيت الأبيض منع هذه الشهادة وبالفعل سمح بمثولهم حتى الآن فقط أمام مجلس الشيوخ دون مجلس النواب من أمام الكونغرس الأمريكي وفا إجباعي الحرة ولمناقشة هذا الموضوع معنا من مدينة بوستن عبر شبكة سكايب المدير المساعد لمبادرة القيادة والاستعداد الوطني إيريك مكنالتي أستاذ إيريك فاوتي حذر من إعادة فتح البلاد بهدف تحريك الاقتصاد كيف تصف هذا التحذير أعتقد أن الدكتور فاوتي هو الخبير في هذا المجال ولكن بالنسبة للقادة السياسيين التحدي يتمثل في عمل موازنات بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية وإرضاء الناخبين هذه هي الحيرة الوقت هو الذي سيعرفنا من على حق في ظل هذه الحيرة وفي ظل كما قلت أرى الخبراء رأي من برأيك يجب أن يطبق رأي الخبراء أم رأي السياسيين أعتقد أن العلم كان هو السائد الفيروس ينتشر وطريقة احتوائه واضحة ممارسة التباعد الاجتماعي غسل اليدين يبدو أن هذا أوقف موجة الوباء والسؤال كيف يمكن أن نتخلص من هذا الوباء هناك الكثير من الجدل ولكن الوقت هو الذي سيعرفنا لن نعرف حتى الخريف ما إذا كان المرض سيعود وهل لدينا القدرة على السيطرة عليه العلم واضح والعوامل الاقتصادية خاضعة للنقاش وسنرى ما سيحدث إلى ماذا سيكون هناك عواقب عندما نرفع الأغلاق وقد تكون هذه العواقب خطرة في حال لم نكن مستعدين خصوصا في الولايات التي فيها أرقام مرتفعة من تفشي وباء الفيروس التاجي هذا هو الموقف القادة يحاولون اتخاذ أخف القرارات سوءا أو أقلها سوءا هناك تداعيات هناك أناس يواجهون الصعوبات نتيجة للإغلاق وبالطبع إذا عاد المرض من جديد وهذا قابل للحدوث إذا لم يكن هناك فحوصات كافية ومتابعات قد نرى زيادة في الحالات ونقاط ساخنة جديدة تعيدنا إلى الوراء طبيا واقتصاديا بصفتك خبيرا في إدارة الأزمات كيف يمكن للولايات المتحدة أن تفتح؟ شاهدنا في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا والسويد ونيوزيلندا إعادة فتح الاقتصاد ولكن كان هناك العدد كبير من الاختبارات هل يجب أن برأيك نزيد من الاختبارات أم نسمح للولايات التي تراجعت فيها أعداد الإصابات بإعادة فتح الاقتصاد والإبقاء على ولايات أخرى بالأغلاق؟ هناك عدة عوامل تلعب دورا بالطبع نحن نسعى لتخفيض حالات الإصابة وهذا مؤشر على أن لنا سيطرة على ما يحدث وأيضا نريد أن تكون هناك متطلبات تتمثل في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات نريد أن نصل إلى مرحلة نفتح بعدها أقل مستوى من التواصل بين الناس إذا كانت الأمور جيدة يمكن أن ننتقل إلى قطاع الأعمال ونرى بعدها الخطوة التالية ولكن لن نعود إلى الوضع الطبيعي كما كان الطريق إلى الأمام هو الاستمرار في الأشياء التي رأينا أنها تؤتي ثمارا والتحرك إلى الأمام بناء على النتائج نتبع العلوم ونتبع البيانات برأيك ما هي خطة البيت الأبيض في ظل تحذير فاوتي من إعادة فتح الاقتصاد أعتقد أن الإدارة لا تزال تأمل في أن تترك المسألة في يد الولايات لدينا أو هناك سيطرة كبيرة في يد الولايات وإذا لم ينتشر المرض فإن الاقتصاد سيعود من جديد حاليا هناك خمسين تجربة مختلفة يتم العمل عليها في ولاية ماساتشوسيتس نحن نعيد الفتح ولكن بطريقة بطيئة لأن ماساتشوسيتس كانت نقطة ساخنة نعم شكرا أستاذ إيريك ماكنالتي على كل هذه المعلومات ولوجودك معنا ضمن من العاصمة قال مدير معهد السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت راتفيلد إن قرار فتح الاقتصاد يعتمد على كل منحينايات الإصابة في كل ولاية وحسب ظروفها بالتنصيق مع حكومة الفيدرالية إن المسؤولين المحليين الذين يتخذون قرار إعادة فتح ولاياتهم سيحتاجون إلى درجات مختلفة من الدعم الفيدرالي فكل منطقة ستكون مغايرة عن الأخرى معهد مكافحة الأمراض والوقاية منها أنجز تقديرا لكل ولاية بخصوص قدراتها على إجراء الفحوصات المتعلقة بالوباء وتتبع المصابين كما أننا نوفر للولايات دعما تقنيا ونعمل معها لمعرفة احتياجاتها من أجهزة الفحص وجمع المعلومات والقوى البشرية والتحقيق في مناطق انتشار الوباء من جهته أشار مساعد وزير الصحة الأمريكي بريت جيريور إلى أن إدارة رئيس ترامب وفرت أدوات الفحص اللازمة للكشف عن وباء كورونا لعشرات الولايات جيريور وقال أيضا أنه من الآن وحتى نهاية العام سيكون هناك الملايين من أجهزة الفحص متوفرة لتوزيعها على المناطق المختلفة في أمريكا الإدارة ساعدت على توفير أجهزة الفحص اللازمة لأكثر من 240 موقعا في 33 ولاية ولتلبية الاحتياجات من أجهزة المسح قمنا بالعمل مباشرة مع المصنعين لزيادة الانتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى المعدات الوقائية كما أننا استخدمنا قانون الانتاج الدفاعي لتحفيز التصنيع المحلي لتحضيرنا لإعادة فتح البلاد من الآن وحتى نهاية العام الحالي فإن الحكومة الفدرالية ستوفر ما يزيد على 153 مليون جهاز مسح لفحص المرضى وستوزعها على الولايات هذا وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ستيفن هان إن الفحوصات التي تجري بخصوص الفحص عن الأجسام المضادة عند من تعرضوا للفيروس التاجي تساهم في التعرف إلى من طور منهم ردا مناعيا ضد الوباء في جسمه هان أشار أيضا إلى أن إدارة الغذاء والدواء تعمل باستمرار لضمان جودة ودقة هذه الفحوصات الفحوصات التي تتم باستخدام المصل تقيس مدى وجود الأجسام المضادة في الدم عندما يستجيب جسم الإنسان لإصابة بفيروس مثل كوفيد-19 هذه الفحوصات ستساعدنا في التعرف على الأشخاص الذين تجاوزوا المرض وطوروا ردا مناعيا ونحن سنستمر في العمل مع المختبرات والمصنعين لإيجاد توازن بين مدى دقة فحوصات الأجسام المضادة ومدى توفرها عبر وقت ملائم قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن عدد الإصابات التي أدخلت المستشفيات بسبب وباء كورونا يستمر في الانخفاض كومو حذر في الوقت نفسه من أن الأطفال قد يكونون عرضة للفيروس أيضا بعد تسجيل مئة حالة لأطفال أصيبوا بالتهابات ناجمة عن فيروس كورونا على ما يبدو الالتهاب يسمى كاوزاكي عدد الإصابات التي تم إدخالها إلى المستشفيات انخفض مجددا وهذه أخبار جيدة لكن الوقت غير مناسب أبدا للتصرف بروعونة فالفيروس تمكن من خداعنا في كل مرة منذ البداية سبق واعتقدنا أنه لا يؤثر على الأطفال ولكن الآن هناك أنباء غير سارة حول وجود مئة حالة لأطفال مصابين بأمراض لها علاقة بالتهابات يبدو أن فيروس كورونا تسبب بها أهلا بكم من جديد أكدت رابطة مكافحة التشهير وازدياد العنصرية ضد اليهود إلى مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ أن بدأت بأحصاء هذا النوع من الهجمات قبل أربعين عاما وقالت المنظمة أنها وثقت أكثر من ألفين ومئة هجوم ضد اليهود خلال ألفين وتسعة عشر نصفها تقريبا في مدينة نيويورك وهو ما يمثل ارتفاعا باثني عشر في المئة عن العام السابق وحلت الهجمات اللفظية في المقدمة بأكثر من ألف ومئة حادثة دلتها عمليات التخريب بنحو تسعمائة حادثة إضافة إلى أكثر من ستين هجوما شخصيا ومن أبرز الهجمات إطلاق النار على كنيسين في كاليفورنيا والهجوم على مخزن يهودي للأغذية في نيو جيرزي والطعن الجماعي في منزل حاخام في نيويورك لمتابعة هذا الموضوع والحديث أكثر عنه معنا من واشنطن عبر شبكة سكايب نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وجيل بروس المدير التنفيذي للاتحاد اليهودي ضيفي الكريمين أهلا وسهلا بكما لنبدأ مع أستاذ بروس كيف تنظر إلى هذه الأرقام الارتفاع بمعادات أسامية ولماذا؟ الزيادة في معادات أسامية حدثت أو ازدادت في العام الماضي ولم يكن هذا مفاجئا التقرير أظهر لنا ما نراه يوميا سواء كانت هجمات شخصية تحدث في نيويورك أو هجمات عنيفة تحدث في كاليفورنيا أو جيرسي سيتي أو في مدينة نيويورك وأيضا هذه الأحداث اليومية في الولايات المختلفة في البلاد هذا انعكاس على زيادة الكراهية في البلاد والرغبة المتنامية لإلقاء اللوم على مجموعات معينة نتيجة للتحديات التي يواجهونها أو يقال لهم أنهم يواجهونها في أي لحظة هناك توتر في المجتمع أو زيادة في الكراهية نرى زيادة في أعمال معادات أسامية في أمريكا وفي أنحاء العالم أستاذ نهاد أنتقل إليك بصفاتك مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لماذا تستمر برأيك ظاهرة معادات أسامية؟ هل عادت مجددا أم أنها لم تختفي؟ شكرا على الاستضافة نعم هذه الظاهرة للأسف ظاهرة تاريخية وتستمر بشدة خلال السنين الماضية ونحن نقف جانبا إلى جنب الجالية اليهودية التي تتعرض لهذا الاعتداء والعداء الموجه من بعض السياسيين وجماعات الكراهية وبالمناسبة أولئك الذين يهاجموا الأقليات بما فيها اليهودية يهاجموا المسلمين هناك دوافع سياسية هناك دوافع اجتماعية وقد يكون أيضا هناك دوافع دينية لكننا نعتقد أن هناك من يحاول أن يدس بهذه الأقليات ككبش فداء في هذه الأوقات المتوترة والعصيبة التي تواجه المجتمع نعم هناك دوافع عديدة كما ذكرت أستاذ عوض أنتقل إلى ضيف جيل بروس لنعود خطوة إلى الوراء ما هي معادات السامية وكيف ممكن أن نعرفها معادات السامية كانت موجودة لأكثر من ألفين عام وهي الاعتقاد بأن أقلية خاصة الأقلية اليهودية لديها خصائص معينة وهذا المفهوم تطور مع الوقت ولكنه تجسد في أفكار معينة وربطها بمجموعات بناء على الدين أو إعطاء أفكار معينة وقوة لهذه المجموعات أو مصالح معينة على مدار ألفين عام هذا رأيناه ولكن أيضا تمثل بكراهية لليهود واعتقاد ربما أو اعتقاد خاطئ يعكس مخاوف وهواجس الشخص الآخر مجددا أستاذ جيل قال بأن هذه المعادية تتجه عادة ضد الأقليات أيضا هناك أقليات كثيرة في الولايات المتحدة تتعرض أيضا لهذا النوع من الهجوم اللفظي والشخصي أو الاعتداء هنا السؤال من هو المستفيد من هذه العمليات إن كان معادات السامية ضد اليهود أو حتى ضد أقليات أخرى في الولايات المتحدة من المستفيد هنا على الأراضي الأمريكية للعقلاء وأصحاب المنطق لا يستفيد من هذا العداء والاعتداء على الناس أي شخص أو أي مجموعة لكن للأسف عدم فهم الأقليات ولكن أستاذ نهاد هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذا الاعتداء هم يعتبرون بأنها تفيد بشيء فما هي الإفادة منها أو من المستفيد؟ لا شك سأتي إلى هذا الجواب لكن نعم ذكرت أن عند أهل المنطق لا يمكن أن يستفيد أحد من هذه الكراهية والاعتداء وإلام الناس لكن أيضا هناك بعض الجهات السياسية التي تستفيد من جهل الناس وتوظف هذا الجهل عن الآخر والجهل بالقانون لتحصيل أصوات سياسية وإشباع رغبة عنصرية علوية عن الآخر فعلى سبيل المثال الويت سوبراميسست أو البيض العنصريين في الولايات المتحدة يستهدفوا اليهود والمسلمين والسود والنساء والأقليات الآسيوية وكل من يعتقد أنه قد يكون تهديد استراتيجي ديمغرافي أو اقتصادي لهم أستاذ جيل أستاذ نهاد قال أن هناك بعض الجماعات السياسية التي تستفيد من الهجمات هذه وهناك إشباع لرغبة عنصرية من هي برأيك هذه الجماعات السياسية المستفيدة من معادات السامية سوى المتشددين البيض أو آخرين الذين يلقون اللوم على مجموعات أخرى خاصة مجموعة اليهود أنا أيضا أعتقد وبشكل متزايد هناك قادة سياسيين مختلفين يسعون لإلقاء اللوم وتحميل المسؤولية على مجموعة من الناس وهذا يحدث من اليمين ومن اليسار إحدى الأشياء التي رأيناها طبقا للإف بي آي حوالي 60% من كل جرائم الكراهية المبنية على الدين موجهة ضد اليهود وهذا يعكس تحديا كبيرا نواجهه كبلاد ونحن نتحرك إلى الأمام ونلتأم سويا هذا التحدي الكبير في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أستاذ نهاد ما هي الخطوات الذين عادة تقومون بها لنشر التوعية مثلا للحد من هذه الكراهية إن كانت ضد اليهود أو جماعات أقلية أخرى لا شك أن الحضور المجتمعي الفعال والإيجابي والسياسي مهم جدا لأن هذا يبدد الصور النمطية عن الأقليات التي يتم تشويهها بغيابها فالمشاركة السياسية مهمة ثانيا نشر المعلومات الصحيحة وعدم إعطاء المجال للآخرين لأن يعرفون بل نحن نعرف أنفسنا من خلال جهودنا وعملنا وثالثا اتخاذ الإجراءات السياسية وبناء التحالفات ليس فقط للدفاع عن النفس بل للدفاع عن المظلومين الآخرين بمعنى آخر لا يمكن أن نتحدث فقط عندما تهاني الجالية المسلمة لكني يجب أن نتحدث عندما تهاني الجالية السوداء والجالية اليهودية كل الأقليات لأن المثبب العنصري هو واحد والمستهدفين هم مختلفين وأخيرا استخدام المجال القضائي على سبيل المثال اليوم رحبنا القرار وزارة العدل بتوجيه تهم فدرالية لشخص أوقد النار بأحد المساجد في ميزوري في أول أيام رمضان وطبعا هناك تنديد ومساندة من الجاليات والجمعيات الأخرى وهذا هو المفهوم الصحيح لصد حملات التشوية والكرهية ضد الآخرين نعم أستاذ بروس أستاذ عوض قال بأن يجب بناء التحالفات هذا نوع من الخطوات ما هي التحالفات التي تبنونها في محيطكم في مجتمعاتكم لألحد من معادات السامية ولمحاربتها كما قال أهم جدا أن نقيم تحالفات تجمع مجموعات دينية وأقليات مختلفة لأن نمو الكراهية تيمس كل المجموعات نحن نعمل عن قرب مع مجموعات مسيحية وإسلامية محلية ومجموعات من الأمريكيين من أصول إفريقية حتى نعبر عن الحاجة لمكافحة التمييز بكل أشكاله وأنواعه وبغض النظر عن مصدره هذه رسالة نكررها لدى مجموعاتنا نحن وأيضا مع الخارج أننا يجب أن نقف سويا ضد الكراهية طبعا معادات السامية أحيانا يطلق عليها اسم الكراهية الأقدم تجد أهدافا جديدة دائما للأحكام المسبقة القديمة ضيفية مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نهاد عوض وجيل بروس المدير التنفيذي للاتحاد اليهودي شكرا جزيلا لاندمامكم إلينا تستمر دورة دور العبادة في نيويورك في تقديم المواعظ الدينية والصلوات باستخدام تقنيات التواصل عبر الإنترنت وعلى الرغم من إجراءات الحج الصحي التي فرضت إغلاق دور العبادة إلا أن رجال الدين للإسلام والمسيحية واليهودية واصلوا تقديم المواعظ عبر الإنترنت وبحسب عدد من رجال الدين فإن الاستمرار في تقديم مثل هذه المواعظ في زمن الحج الصحي يساهم في الحفاظ على الجانب الروحي لدى الماكتين في منازلهم تراجعت معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة في شهر إبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي بسبب تداعيات كوفيد-19 وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لمعدل الاستهلاك نزل 0.18% الشهر الماضي بعد أن سجل انخفاضا بنحو 0.14% في مارس ويعد هذا التراجع الأكبر في نوعه منذ عام 2008 أفدت وكالة رويتز نقلا عن بلومبرغ بأن شركة أوبر قدمت عرضا لشراء شركة توصيل المواد الغذائية ديليفري عبر الإنترنت جراب هاب وأضاف المصدر أن الشركتين تجريان حاليا محدثات بشأن صفقة البيع ومن الممكن أن يتوصل الاتفاق خلال الشهر الجاري وبعد تداول الخبر قفزت أسون جراب هاب نحو 25% لتصل إلى 58 دولارا و44 سنة للسهم بينما ارتفعت أسون أوبر بنسبة 4% أصل إلى ختام من العاصمة لهذه الليلة نلقاكم على رأس الساعة في مجلز لأهم الأنباء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر